ضمير العالم نايم طول الوقت لكن الضمير المصري طول عمره يقز وتقدر تشوف حرب 48 واختلاط الدم المصري مع الدم الفلسطيني بالفعل على أرض المعركة وده ما تقدرش تبعده على الإطلاق ما بينه وما بين الدم المصري الذي يصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أهلنا في الفلسطينيين لنجدتهم ومساعدتهم على الحياة زي حملات التبرع بالدم اللي بتحصل دلوقتي هل عمر القضية غابت إطلاقا؟ القضية طول الوقت في أزهاننا في تاريخنا في درامتنا في السينما بتاعتنا في الأدب بتاعنا دي صور من حملات التبرع بالمناسبة القضية موجودة في الأدب المصري قصة قصيرة رواية مصرحية القضية موجودة في الدراما المصرية القضية موجودة على المصرح المصري القضية موجودة في السينما المصرية القضية موجودة حتى على ألسنة وأحاديث التلاميذ الصغار مش بس هقولك الشبان الكبار في الجامعة وحتى ما بعد تخرجهم القضية طول الوقت جزء لا يتجزأ مش بس من الزهنية المصرية لا على الأرض المصريين عمرهم ما نسوا فلسطين ولا عمرهم ما ينسوها على الإطلاق المصريين أقدر أقولك أنا أنا أكلمك على الموقف الشعبي المصري المصريين هم اللي طالما قاموا وهبوا لأجل هذه القضية المصريين هم اللي طالما تطوعوا لأجل هذه القضية تطوعا حتى ولو بحمل السلاح أقدر أقولك فيه خمس مصريين كانوا موجودين في حركة فتح يحملون السلاح في وجه المحتل خمسة في مراكز قيادية وهذه قصة أخرى لكن هرجعك تاني على إيه؟ على القضية في القلب وفي العقل وفي التكوين وفي الوجدان المصري حتى هذه اللحظة وأبدا لم ولن تغيب هذه القضية قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة هو القضية المركزية للمجتمع المصري زي ما هي القضية المركزية للنظام السياسي المصري وإدارة الحكم المكان أصر الأبة الزمن سنة 2014 المناسبة والحدث خطاب تولي رئاسة الجمهورية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي وهو يتحدث نصا بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية المصرية سنعمل على حل الدولتين كحل نهائي وعادل لهذه القضية على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة أقدر أقولك أنه كان هناك تصفيقا حادا من كل الحاضرين لحفل التنصيب في قصر الأبة سنة 2014 هل كان هذا الكلام فقط في قصر الأبة في هذا العام؟ إطلاقا لكن أرجع وأقولك أنه هذا الكلام كرره الرئيس عشرات المرات في الأمم المتحدة هذا الكلام كرره الرئيس عشرات المرات في مجلس الأمن هذا الكلام كرره الرئيس عشرات المرات في أي لقاء متلفز أو أي حوار صحفي أو أي لقاء مع أي قيادة أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو القيادات العربية الشقيقة التأكيد بالكامل على حق الشعب الفلسطيني في دولته على حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وأن الأدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية